العمل بخدمة الدفع الإلكتروني التي أطلقت رسمياً اليوم من شأنها امتصاص ما لا يقل عن 20 مليار دولار من السوق السوداء التي قدرت قيمتها بحوالي 50 مليار دولار حسب ما كشفت عنه أرقام وزارة المانية امتصاص مثلاً 10% من هذه السوق الموازية أو 20% فمعناه باللي رح نجيبه للحلقة الرسمية ما بين 5 مليار دولار إلى 20 مليار دولار وهذا رقم كبير جداً بالنسبة للبنك بالنسبة للضرائب بالنسبة للخزينة الدولة وكذلك حتى المواطن يقول لي عنده تسيير معقلاً للمصاريف تاعه لأننا نعرفه لما الإنسان يصرف بالنقود ما ينتبهش خدمة الدفع الإلكتروني التي سيستفيد منها حوالي 20 مليون جزائر قد تواجه في بدايتها بعض الصعوبات حسب ما يرى خبراء وعليه وجب على المؤسسات العمومية والبنكية المعنية القيام بعملية تحسيس للزبائن بأهمية هذه الخدمة الجديدة هذه طريقة جديدة المواطنين في البداية ممكن يتخوفوا شوية من استعمال وربما تكون بعض العراقية لبعض المشاكل التقنية التي تجعل الناس يتخوفوا منها شفنا مثلا في قضية البطاقات السحب الإلكتروني التي نجيبها في البيروت بوست الناس تخوفوا يقول لك الله غادرت البطاقات تاعي طلبت 5000 دينار وما خرجوا ليش وضيعت دراهمي وكذا هذه المشاكل هذه ممكن تحبط عزيمة الناس يقول لك على شر روحان فهنا دور البنوك دور المؤسسات المصرفية دور وزارة الاقتصاد الرقمي دور كبير جدا 11 بنكا معنيا بخدمة الدفع الإلكتروني تستفيد منها في البداية بعض المؤسسات على غرار اتصالات الجزائر وجزائرية للمياه والخطوط الجوية في انتظار تعميمها على سائل البنوك والمؤسسات وهو ما يسمح بانتراش التجارة الإلكترونية التي تعود بالفائدة على الدولة والمواطن